وضعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أسساً لتنظيم الاستثمار في مجال توزيع الغاز الطبيعي المسال بعد تشغيل ميناء الغاز بالعقبة والذي استقبل 4.5 مليون متراً مكعباً منذ بدء تشغيله في نهاية شهر تموز 2015 لغاية توليد الكهرباء المزيد في هذا التقرير 35 باخرة غاز وصلت إلى ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال منذ افتتاحه في نهاية تموز الماضي وبحجم وصل إلى أكثر من 4.5 مليون متر مكعب لغاية توليد الكهرباء ولتعظيم الجدوة الاقتصادية من الميناء يتم إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال من خلال خط الغاز العربي إلى دول مجاورة الميناء الآن يقوم بعملية إعادة تصدير وهذا موضوع لم يكن واضحاً أنه سيتم بهذه السرعة الآن نقوم بعملية تصدير إلى دول مجاورة وهذا طبعاً يفيد الميناء كثيراً ويعظم الجدوة الاقتصادية منه مشاريع أخرى سيشهدها ميناء الغاز الطبيعي في العقبة توفر على المواطن الوقت والجهد في الحصول على الغاز لغايات مختلفة ندرس أن يكون هناك خطوط خاصة بالغاز إلى المنطقة الصناعية الجنوبية مما سيساعد على تقدير كلفة أو فطورة الطاقة وأيضاً ندرس إمكانية عمل شبكة للمنازل في العقبة بحيث يتم تزويد الغاز الطبيعي المسال إلى هذه المنازل لأغراض الطبخ والتدفئة وأيضاً من الممكن أن يكون هناك ضمن المشروع محطات لتوزيع الغاز على السيارات وبالتالي لابد من إيجاد مراكز لتحويل السيارات التي ترغب بذلك من استخدام وقود المشتقات النفطية إلى الغاز الطبيعي المسال الغاز الطبيعي المسال المستورد يتم إعادته إلى حالته الغازية وضخه في أنبوب الغاز العربي وتوزيعه على محطات توليد الكهرباء لغاية توفير فاتورة الطاقة على المملكة